وباسم سكان مقاطعة تيارت رحب عمدة البلدية في كلمة له برئيس الجمهورية مشيدا باختيار مقاطعته منطلقا للافتتاح الرسمي للعام الدراسي الجديد نتابع فيما لكلمة عمدة بلدية تيارت في احتفالية افتتاح العام الدراسي بمدرسة المرابط إبراهيم أباه المحمد لمينة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم فخامة رئيس الجمهورية معالي الوزير الأول السيد رئيس الجمعية الوطنية السيد رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية أصحاب المعالي الوزراء أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثل الهيئات الدولية السادة القادة الأمنيون والعسكريون السيدة والي ولاية نواكشوط الشمالية السيدة رئيس جيه تنواكشوط السيد حاكم مقاطع التيارت السادة رؤساء الأحزاب السياسية موالات ومعارضة السيد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السادة المنتخبون سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني باسم ساكنة بلدي التيارت أن أرحب بكم أحرة ترحيب وأنتم تترأسون فخامة رئيس الجمهورية فعاليات انطلاق العام الدراسي 2023-2024 وإن تشريفكم لنا باختياركم لهذه المدرسة والتي تحمل لإسم العلامة مالك زمانه لمراب طباه المحمد رمين لا يمثل ما يمثل من رمزية للعلم والتعلم وإننا في هذا المجال لنثمن عالياً حرص فخامتكم وإصراركم على الرافع من مستوى منظومتنا التربوية والذي تجسد في العناية الفائقة التي تولناها لقطاع التهذيب وإصلاح التعليم بدءاً بخارطة إصلاح القطاع التي صادقت عليها الحكومة مروراً بإطلاق مسال التشاور الوطني على المستوى الجهوي والوطني بمشاركة جميع الفاعلين والشركاء المهتمين بقطاع التعليم والذي توج بالقانون التوجيهي الذي صادق عليه البرلمان مشيدين بما تحقق من إنجازات ملموسة في مجال البلد التحتية المدرسية والعناية الكبيرة التي حضيت فيها الأسرة التربوية تشجيعاً وتكريماً واكتتاماً مما كان له الأثر الإجابي في النجاحات الكبيرة التي حققها قطاع التهذيب في السنوات الأخيرة فخامة الرئيس ها نحن وبعون من الله وبتوفيق منه ثم بالإرادة الصادقة لفخامتكم نعبر نحو العام الثاني من مشروع المدرسة الجمهورية بعدما عرفناه من نجاحات كبيرة على المستوى الوطني في العام الأول من هذا المشروع واللي يمثل أمل وتطلعات كل المواطنين إذ تعتبر المدرسة الجمهورية إحدى المرتكزات الأساسية للإصلاح التعليمي المشهود وأداةً فعالة لتعزيز اللحمة الاجتماعية وترصيخ قيم المواطنة وهي الأمل في الوصول إلى مدرسة عمومية حديثة تعد أجيال المستقبل وتؤهلهم لتحمل مسؤولياتهم اتجاه البطن في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الذي يعرفه عالم اليوم فخامة رئيس الجمهورية قبل أن أهني كلمتي أجد لزاماً علي أن أتقدم لكم بطلب ملح لدى الساكنة وهم يستقبلونكم للبرة الثانية في هذه الساحة حيث يأملون من فقامتكم وعطاء تعليماتكم السامية للجهات المعنية ببناء مركب ثقافي ورياضي وممشى وساحات خضراء ومقاهي في هذه الساحة وهو ما يندرج في صميم برنامجكم للإقلاع الاقتصادي مكونة مدن منتجة مشيراً إلى أن الساكنة قد تملكت هذه الساحة حيث تعرف اليوم لدى ساكنة البلدية بساحة غزواني حفظكم الله ورعاكم والسد الخطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر